احكينا بقى يا ماما عن العيد زمان كنت بتعمله في ايه يا ماما اه والنبي يا ماما احكينا ايام زمان العيد ده كان بيبقى ليه طعم تاني خالص غير الايام بتاعتكو دي ليه يا ماما اولا زمان نحضر الهدوم بتاعتنا ونحطها جنبنا عالسرير واحنا نايمين عشان اول ما نسحى الصبح نقوم لابسينها على طول حتى الشوز بتاعنا كنا نحطه جنب السرير كانت ايام جميلة قوي كنت انا واخواتي نعايت كده هم مع بعض وكنا نبقى مبسوطين وفرحانين وما جلناش نم خالص لانت الوقفة دي اه نسيب بقى البيت والتنظيف والغدى المفروض يتعامل ونعود نحكو نتكلم مع العياء ما تقومي يا وليا تشوفوا الوراك ايه لا وليا بقيتك معانا بتحكو ايه بقى قولولي عن ايام العيد زمان طيب كنت تعالوا لي انا في القوضة وانا احكيلكم هي امكم ده تعرف حاجة ولا تدرب حاجة ادخلوا ياختي كده شوية كده عشان احكي لهم انا بقى ايام العيد يا وليا زمان كان كلها خير وبركة كان ربنا بيبعت الرزق كده من غير ما تعرف ايه السبب كان اطباق الحلويات واطباق الكحك والباسكوت ايام العيد الصغير ده تفضل طالع نازل وطالع نازل على كل الجيران اما بقى في العيد الكبير يا ولاد كان طبق الفتة وعليه كده اربع حتة لحمة كبار كنا كلنا بنحب بعض وكنا ننقل لحمة الجميلة الحلوة اللي كلها احمر كده هو عشان نطلعها للجيران ما كناش نستخسر حاجة ولا نقول لقا ده ده احسن لا او ما يكلوا احسن مننا لا او ما نلديش لا كنا بنحب بعض قوي ونبدل صهرانين احنا الجيران طول ليلة الوقفة مع بعض ع السلة نعود نحكي احنا الستات مع بعض والعيال يفضلوا يلعبوا يطلعوا وينزلهم ويبقوا مبسوطين وفرخانين قوي بالعيد وكل واحد عمال يوري التاني ويدوم العيد بتاعته شكلها عامل ازاي هو انا يفت مش قلت انا هحكي لهم معتش تفتاح بوقك انتي حاضر يا حماك وبعدين يا ننا كان على ايامنا الكراميلا دي اللي انتو بتحبوها دي والتوفي كان على ايامنا كده كان اسمها ارواح كنا ناخد فلوش العيدية بتاعتنا ونطلع نجري ع الجنينا بقى اللي جنبنا نقعد نلعب ونتنطط ونجيب الفلوس العيدية بقى بخت وبومبو وسواريخ وحاجات كده هاب لأيامنا بس كنا بنبقى مرسطين وفرحانين قوي وبعد كان نجيب الايس كريم بقى والبوز وكل حاجة ونصري فلوس قد كدهو في الحاجة الحلوة وكنا ليلة العيدة اهي نتجمع عند ستي اللي هي ام امي او ام ابوية بس في الغالب يعني كنا نروح لام ابوية عشان ابوية كان شخصيته قوية كنا نروح نتجمع يا ولاد عند ستي وبعدين نلاقيها عاملة بقى ايه صانية فتة كبيرة قوي ونروح نلاقى هناك كمان عمامي وعماتي بأولادهم وهيسا نلعب بقى ونتنطط كلنا مع بعض كلنا كنا بنحب بعض زمان والله يا ولاد وكلنا نتجمع حوالينا الصانية دي ونقعد ناكل كلنا من صانية واحدة وكان يتبقى كمان منه ربنا طرح البركة في كل حاجة ونتجمع بقى انا ولاد عمامي وولاد عماتي وننزل نجري نلعب في الشرع وننبسط ونشتري بقى كل اللي نفسنا فيه ما احنا وغدين العيدية بقى وكل واحد من عمامي وعماتي كان معايد علينا كلنا وانا كمان ابويا كان بيعايد عليهم صح يا حماتي ايام زمان كان فيها فرحة كلا مش موجودة دلوقتي خالص ولا هتلاقي فرحة طول ما انت عمرت قطعيني كده هو وتخلينا نتسك الكلام لانا بحكيه للعيال وانا قلت لك اتكلمي الوقتي فرحة اوه بتاع انا بحكيه ما تحكيش انت ولا تتكلمي حاضر قديني الكتنتة هو فاضل احكيه وده يا ولاد كان فطرنا بس ده لسه الغادة كنا نروح بقى ايه بعد كده نروح نعايد بقى على كل مثلا خلالنا وخلاتنا وكل واحد يدينا العيدية اللي هو عاينها لنا وكان يمسكوا فينا بقى في الغادة كمان عندهم ايش المحمر والمشوي والبسلة واللحمة وصنية البطاطس واللحمة عادي اللحمة ده كان بيبقى كله لحمة وطول اليوم نقعد نجري ونلعب ونتنطط انا واخواتي وولاد عمي وعماتي لغاية ما يتهدح لنا وبعد كده كل واحد يروح بيته واول ما نطلع بيتنا احنا بقى امي حبيبتي تجري جاري على المطبخ تقولينا استنوا يا ولاد عشان عاملكوا كده هو عشوة حلوة نقعد نفتح التلفزيون ونقعد نتفرج بقى على تاكسي الصهرة على برامج كده كده بتيجي زمان جميلة وحلوة وممتعة ونلاقيها خارجة بصنية يا ولاد قد كده هو مليانة سندود شات كبدة وكباب حلة وحاجات ايه جميلة قوي كنا بنبقى مبسوطين قوي ايش بقى بهدوم العيد والعيدية ونقعد كل واحد يشوف خد عيدية قد ايه ونقعد نتحك ونهزر ونتعشى العشى الجميل اللي امي عاملاه وبعد كده كل واحد بقى يدخل ينام وتاني يوم امي بقى حبيبتي وتقوم تعمل لنا غدا بقى جميل وحلو وننبسط طول ايام العيد وكله بيبقى لحمة اما ايامكو دي اللي ما يعلم بها الله ربنا الله اعلم بقى هيبقى في لحمة ولا مفيش لحمة الدنيا بقت غالية قوي وايامكو بقت بتعد بسرعة ومعاتي فها بركة خالص ده غير ان انتو جي للانترنت الغريب اللي خدكم الحياة ومن الدنيا ومن اللعب والهزار بتاعنا بتاع زمان دلوقت كل ما نتجمع نلاقي كل واحد مسك موبايله وقعد عليه وملوش علاقة باي حد تاني حقيقي دي بقى حاجة تحزن خالص في التجمعات ترجمة نانسي قنقر